عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد بقال كتير مصورتش معاكم مشروع مترو بقير والنهاردة قررت اصور اخر التطورات في مشروع مترو اسكندرية وتحديدا بصور من سيدبشرة تعالوا نشوف ايه اللي تم في محطة سيدبشرة وكمان نشوف الاعمدة اللي تمت في المحطة بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد وما تنسوش تضغطوا اللايك للفيديو انا هنا بصور من امام حي المنتزى تحديدا ده المكان اللي تم وضع فيه الاعمدة الخاصة بمترو اسكندرية ولكن الجهة المقابلة ليه ما فيهاش اي اعمدة ولا اي شغل خالص هروح برضو حصور معيكم ولكن هنا انا حبيت تشوفوا اخر تطورات مترو اسكندرية دي الاعمدة اللي تمت فيه محطة تقسد بشر دي الناحية التانية بصوا برضو فيها اعمال على فكرة عايزة اقول لكم ان الكبري بيتهز يعني لو لقيته هزة كده في الصورة بجد والله العظيم الكبري بيتهز والموضوع انا فتكرت بيتهيق لي ولكن ركزت انه لما بيبقى فيه اكتر من شخص يعني كزا حد على الكبري الكبري بيتهز بطريقة غريبة جدا فخلوا بالكم بصوا هنا بقى الفتحات اللي موجودة في الكبري انا والله العظيم كنت واقفة بصور وخايفة يعني منظر صعب قوي كمان قدام عند الكبري فتحات كبيرة يعني هو اللي يريحونها ويشيروا الكبري ده ويعملوا فتحات للناس تعدي منه اسهل يا اما يقفلوا الفتحات دي لان الموضوع خطر ده غير كمان اهتزاز الكبري ده موضوع تاني صورت معي كل مترو من اول ما ابتدى هدم المحطات وعمل الاختبارات والتحميل والجسات والنهار ده بصور معيكم الاعمدة والف مبلوك لكل اهل اسكندرية الحلم بيتحقق بصوا بقى هنا انا كنت بوريكم الكبري قد ايه الفتحات بتاعته كبيرة يعني منظر صعب جدا وخطر والناحية التانية بصوا قد ايه فالموضوع مش سهل فياريت يعني اتخاذ الاجراء اللازم لحماية اولادنا خصوصا ان احنا داخلين على فترة مدارس والكبري ده هو المكان الوحيد اللي بنعده منه كل الناس فمافيش بديل ليه فلازم يكون المكان معمول صح بصوا قد ايه بصوا الفتحة هنا انا رحت من ناحية التانية عدت المزلقان مفيش اي شغل في المنطقة دي خالص الاعمدة كلها في الجهة اللي ناحية حي المنتزم شكرا ليكم ولمتابعتكم باي بوي